مهمة جداً والكل بالتأكيد هيكون حريص على متابعتها لأنها مرحلة جديدة مع النادي الأهل في الفترة القادمة بقيادة فنية للكابتن سامي أمصان والكابتن محمد شرف وعلى الهواء مباشرة بطل من لك جماعة كل الدعم والمسندة للجهاز الفني الحالي صدقوني دعمكم هيفري مع الناس على المستوى الفني والمعنوي للفترة اللي جاي طيب قيمة النهاردة كابتن سامي أمصان أعلنها بالأمس بعد ختام التدريب وكان دخل الفريق معسكر مغلق منذ الأمس قيمة اليوم بالتأكيد في حراسة المرمى مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف خط الدفاع محمود متولي رامي ربيعة بدر بنون أحمد عبد النبي محمود وحيد كريم فؤاد محمد هاني خط الوسط أليو ديانج محمد محمود أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر محمد فخري محمد أشرف زياد طارق طاهر محمد طاهر حسين الشحات وليد سليمان خط الهجوم صلاح محسن حسام حسن ومحمد شريف طيب دي القيمة اللي أعلنها الجهاز الفن بقيادة الكابتن سامي أمصان لمباراة اليوم إن شاء الله كل التوفيق لرجالة النادي الأهلي يقدروا يعملوا مباراة كبيرة كل الثقة لمصطفى شبير حارس مرمى الأهلي عمل مباراة جيدة في لقاء الكأس أمام المصري بي السلوم وبالتأكيد الكل أشاد بي أي لاعب أي حارس مرمى معرض لأي خطأ لكن كل الدعم طالما فيه ثقة في إمكانيات اللعيبة وإمكانيات الحراس سواء الشنو موجود علي لطفي مصطفى شبير حمز علاء وحتى كمان مصطفى مخلوف إذن دي قايمة مباراة اليوم حاجة تانية عايزة أتكلم عليها قبل ما أروح لمعسكر النادي الأهلي وأشوف زي منا محمد توفيق النهاردة كان فيه كلام كتير قوي في مسألة استدعاء اللعبين الدوليين يلعبوا الماتش ولا ما يلعبوش الماتش أي كان من لعب أو ملعبش خلونا بس نتفق على مفاهيم محددة الأجندة الدولية الفترة بتاعتها من كام لكام من 30 مايو لـ 14 ستة أنا بتكلم بغض النظر عن الموقف أو المشهد ده من المقصود به النادي الأهلي لما طلب أن يلعب المباراة Eastern Company في الفترة التوقف الدولي كان طلب عشاني أمسحة وقت قبل مباراة الوداد في نهاية دورة أبطال إفريقية وعلى هذا الأساس بعد موافقة المسؤولين في نادي Eastern Company وبالتأكيد احنا بنواجه لهم كل الشكر على هذا التعاون كان الاتفاق المباراة تتلعب خلال الأجندة الدولية كون بقى أن تم الإعلان عن إقامة المباراة يوم 15 يونيو وانت عايز أن اللعبة الدولية أيا كان بقى سواء ديانجي أو غيره يلعبه أو ما يلعبوش بغض النظر عن كل ده على فكرة ممكن النهاردة مثلا ما تلاقيش محمد محمود ما تلاقيش حسام حسن ما تلاقيش شريف ما تلاقيش ديانجي كل ده وارد كل ده في الكورة ممكن يجهز الفن النهاردة لاني فيه كذا لعيب عنده إنذار تاني فيحافظ عليه عشان ماتش القمة ملحد كل ده وارد على فكرة بس هل نتكلم في المفهوم الأكبر والأهم لما نتكلم على الأجندة الدولية والنادي الأهل يطلب يلعب المباراة في الأجندة الدولية يعني عايز يلعب المباراة في الفترة من 30 مايو ل 14 يونيو لما المباراة تحدد 15 يونيو ما يطلعش بقى حد أي أن كان بقى سواء زميل إعلامي أو مدرب يطلع يقول المباراة دي في الأجندة الدولية أو الربطة قالت لنا المباراة دي في الأجندة الدولية لا الأجندة كانت ناهيتها مبارح ومر 24 ساعة على انتهاء الأجندة الدولية أي لعيب حتى لو الأهل نهاردة عايز يستعين بالشناوة أو أفشى ممكن يلعب مباراة النهاردة تقل للوايح أنا بتكلم على اللوايح تمام؟ فدي نقطة مهمة جداً كان لازم أشرحها عشان لما نتكلم على الأجندة ونتكلم على الاتفاق الخاص بالأجندة لازم نعرف الأجندة كانت من أمتى لأمتى واللوايح المنظمة لمشاركة اللاعبين الدوليين خلال فترة الأجندة وبعد الأجندة بتقول إيه فبالتالي النهاردة تاني يوم بعد انتهاء الأجندة وبالتالي أي لعب كان في المعسكرات الأخيرة في الأجندة الدولية يقدر يلعب النهاردة فكرة بقى يشارك أو ما يشاركش ده أمر يخص بجهاز الفني لعب عنده أنزلين وعايز رياحه ده أمر يخص بجهاز الفني بس أنا أتكلم في الشكل القانوني طالما الناس هتكتب خطابات وبتتكلم تبقى للوايح لازم نشرح ده لكل السادة المشاهدين طيب معسكر الفريق بالتأكيد فيه استعدادات وفيه قايمة تم إعلانها بالأمس ولسه أهلكم بالتأكيد الأسماء اللي تم الاستعانة بيها في المباراة وفيه غيبات عديدة بالتأكيد في حراسة المرمى الشناوي وعلى اللطفة مش موجود لكن النهاردة هيكون الحارس الصاعد مصطفى شوبير لذلك اشتركوا في القناة